الشفاعة الجامعة الاسلامية قتل الله فصل فجاء الى دكتور من الدكاتور قال اريد ان تشفع لي حتى لا يطوى لا يطوى قيد يصح ننظر حي نعم هذا نعم قادر نعم دكتور سبب قال نعم وانا ادعو الله سبحانه وتعالى يصح يصح تمام اذا الشبعة تنقسم الى بسمين مثبتة ومن فيها نفع القرآن تطلب من غير الله فيما نخدم علينا الله شرك اكبر هؤلاء شفعان عند الله الشفاعة المثبتة اثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه تطلب من الله لا من غيره تطلب من الله بشروط ثلاثة سبحانه وتعالى الاول الاذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قيامة لا يستطيع ان يشفع حتى يأتي الاذن من الله صحيح الثاني الرضا عن الشافع الثالثة رضا عن المشفوع تمام اذا الشفاعة مثبتة ومن فيها مثبتة ثبتها الله لنفسه تطلب من الله بشروط ثلاثة جمعة هذه الشروط في قوله سبحانه وتعالى من يعيد في اي اية وكم الملكين في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرد تمام الشفاعة المثبتة التي اثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه تقسم الى قسمه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اخسام والعام من كل موحد ثلاثة اخسام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في اهل الموقف ان الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلال الثاني في فتح ابواب الجنة لان ابواب الجنة مغلقة حتى اذا جاؤوها في اهل الجنة قالوا فتحك هذا الشيء ما هو ابواب الجنة مغلقة تحتاج الى شفاعة من من يأتي النبي صلى صلى الله عليه وسلم يستفتح يفتح له واصول من يدخل هو اول من يدخل من الامم امنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الثالثة الشفاعة في عمنه ابي طالد ان يخفف عنه العذان لا يُخز من النام incluso من عبد والسلام الشفاعة العامة الشفاعة في رفع الدرجات اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المدينة الآن تصلي على الجلاحش وتدعو اللهم اغفر له وارحمه وعافو وعافو عنه صح في رفع الدرجات الشفاعة الثانية فيمن دخل النار من الموحدين أن يخرج منها الثالث الشفاعة فيمن استحق دخول النار من الموحدين أن لا يدخلها شرع الله الشفاعة إكراما للشافع ونفعل المشفوعية لا تطلب إلا من الله